اشتركوا في القناة وفي الكورس تبعه اللي هو 23 الالغورثم اتطورنا في البيناري سيرتش تري داتا ستركتر واخدنا الافي ال تري حكينا انه البيناري سيرتش تري سرعتها في التنفيذ البيج او تبعها يا بيجي عندك او اوف لوج ان في البست كيس وفي الورست كيس او اوف ان تمام فعشان هي كانت مشكلتها ان اذا بدأت دور على رقم معين او على ستينج معين في البيناري سيرتش ممكن اني اضطر امشي مليون مرة اذا انا عندي عدد الايتمز اللي موجودين فيها مليون ممكن اضطر اني امشي مليون مرة في البست كيس ممكن امشي 20-30 مرة تمام فعشان اني حسنوا المشكلة هاي او يحلوا المشكلة في البيناري سيرتش تري احنا اخذنا وحكينا وحكينا واخذنا واخذنا كيف احنا نعمل روتيشنز وبلانسنج لالتري بحيث انه يكون دائما عندي البست كيس والورست كيس او اف لوج ان يعني لو عندي داتا فيها مليون مليون ريكورد انا بمشي 20-30 مرة فقط احسن ما اعمل بحث لمليون مرة فيها فبالتالي الابي الالتري دائما تقرانتيز انه انا الاسرشنج او الاتريشنز تبعتي منيمل اللي هي او اف لوج ان واخذنا طبعا احنا الالغورثم تبعتي الابي الالتري والروتيشن الالغورثم وانواع الالرتيشنز الموجودة وhow to balance واخذنا كيف نعمل انسيرشن ودليشن وسيرشنج على الابي الالتري واخر درس اعدتكم اللي هي السيرشنج الالغورثم في الابي الالتري وعطيتكم فول امليمنتشن لالابي الالتري طيب وحكينا تحديداً هي data structure تعتبر أساسية لكثير data structures جاهز لنا موجودة بتكون مبنية عليها تمام ليش لسرعتها لأنه بدل ما أمشي مليون بمشي 20 أو 30 مرة أكيد أسرع تمام وإحنا أنت كمبرمج مش مهم الابليكيشن تبعك أو البروغرام تبعك يشتغل المهم أنه يكون سريع تمام وهذا الفرق بين المبرمج الفاهم أو الحافظ تمام فلما بتكون فاهم أنت شو بتعمل وشو data structure المناسبة اللي تشتغل عليها بكون البرنامج تبعك سريع وبالتالي أنت بتكون مبرمز ومتميز عن غيرك فاليوم رح أعطيكم كمان real life application عن الاي في ال تري استخدام الاي في ال تري رح ناخد اللي هو الاوتو كومبليت فيجر الاوتو كومبليت فيجر شو هي الاوتو كومبليت فيجر خلينا نجي نستعرض ونشوف كيف بنا عملت لكم برنامج تمام بعمل المنتيشن للأوتو كومبليت فيجر خلينا نشوف شو يعني اوتو كومبليت فيجر طيب أكبر مثال على الاوتو كومبليت فيجر إذا بدا سألك جوجل ذكر ولا أنثى فالجواب هو أنثى ليش لأنه إذا تيجي هون بتكتب بروغرامنج 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 بروح بكمل الجملة عنك فهو جوجل عامل زين نسوان بتحكي كلمة مرتك بتكمل الجملة عنك فبالتالي الاوتو كومبليت فيجر اللي هي الاقتراحات اللي بيقترحها عليك جوجل عشان تكمل فأنا كتبت بروغرامنج راح أعطاني اقتراح بروغرامنج أدفايسز بروغرامنج لينوجيز بروغرامنج براداينز بروغرامنج بروغرامنج فوركيدز إلى آخره تمام إذا بدك تدور مثلا على اديو كيشن اديو كيشن هاي عم بكملي شايفين ففعلا هو جوجل هو أنثى ليش لأنه بكمل لك الجملة لحاله فبخليكش تكمل الجملة أصلا تمام فهذا هي الاوتو كومبليت فهذا الشيء كثير كويس بالأبليكيشن لما أنت بدك تدور على عندك أبليكيشن بدك تدور سوف تكتب محمد بكمل لك محمد ابو هدهود محمد عباس محمد عمر اتسترا فهذه هي الاتوكمبليت فيتشر كيف احنا منستخدمها ومطبقها في الابليكيشن احنا منستخدمها منبنيها على ال اي بي ال اتري الان راح نروح على الابليكيشن عملت لكم اياه فيه اوتوكمبليت فيتشر تمام راح اعرض لكم الريزلس تابعته ورح احطر لكم السورس كود تابعه على المنصة تمام بتروح انت بتشوف السورس كود تابعه وبتحاول تفهمه لوحدك انا بحاول انمي فيك المقدرة على انك تشوف اي كود وتقرأ وتفهمه في الاول بعدين في الدرس القادم ان شاء الله راح اشرح لكم اياه بتفصيل الممل طبعا هذا البرنامج مش راح افرجي لكم الكود تابعه الان راح احطركم اياه على المنصة بس الفكرة في الموضوع ان انا اخدت ال اي بي الاتري امليمنتيشن من اخر درس اللي هو كان فيه السيرجن كان فول فلج اي بي الاتري امليمنتيشن فيها الانسيرشن والسيرت والدليت وفيها السيرج فهي كاملة وضفت عليها اكمل الميثود عشان اعمل امليمنتيشن لل اوتو كومبليت فيجر بس خليني نعمل رن لهذا الكود انا عملت رن انا الفكرة في الموضوع عندي هي كالتالي خليني اكبر لكم هاي شوي اوكي انا عندي اي بي الاتري تمام اخدت الكود اللي موجود في اخر الدرس تمام وعملت له موديفكيشن بحيث انه تسابورت سترينج مش انتيجر تمام وبالتالي انا عملت انسيرشن لا احمد بعدين عملت انسيرشن لعبير بعدين لعبدالله وعباس وعبلة وخالد وخليل ومهاب ومنتصر ومعتصم تمام فهو اوتوماتيكلي راح وزعهم كبايناري تري بلانست بلانست يعني منلاحظ انه هو اوتوماتيكلي رتب لي احمد بعدين عبير اصغر من احمد فبالتالي حطها في الليفت نود شايفين بينما محمد اكبر من احمد لانه حرف الام بيجي بعد الا فحطها في الرايت في الرايت شايلد حكينا ميزة البايناري تري انه الليفت شايلد اصغر من البرانت والرايت شايلد اكبر من البرانت فهيك الفكرة في الموضوع انه هذه بما انها اي في ال تري فهي بلانست وبما انها هي بلانست فالسيرشنج الالجوريثم فيها بيكون او اف لوج ان يعني شبه يعني سريع جدا يعني يعتبر من الاشياء السريعة جدا تمام يعني انا لو بد ادور على كلمة محمد فيها مثلا تمام ما مش مضطر امشي مليون مرة اذا كان عندي مليون اسم بامشي بجوز عشرين او ثلاثين مرة احسن ما امشي مليون مرة تمام حكينا في هذه المواضيع كثير فالفكرة في الموضوع انه انا عندي هاي ال تري انا هاي الاسماء اللي عندي هو وزع لي اياهم اوتوماتيكلي على ال اي في ال تري هاي تمام الفكرة في الموضوع اني انا بدي احط بريفكس بريفكس يعني مقطع من من ها من الاسماء مثلا بدي ادور على اي بي قبل ما اكبس انتر وتشوفوا الريزالت تحت لما بدك لما بده دور على اي بي واكبس انتر بدو يعطيني يعمل اوتو كومبليت اوتو كومبليت اكمل لي مقترحات اي بي فرح يروح يدور لي كل اسم في بي بي بلس في اي بي رح يعرض لي هون فرح يعرض لي عبير رح يعرض لي عبدالله ورح يعرض لي عباس ورح يعرض لي عبلا خليل لا او هدولا لا هدولا لا هدولا لا تمام بس اكبس هيك بلاقي انه هاي عمل لي ستجيشن زي ما كنا رحنا على جوجل كتبنا بروغرامنج اعطاني ستجيشنز لها نفس الشي لما بكتب اي بي اعطاني عبير وعطاني عبدالله وعطاني عباس وعطاني عبلا الفكرة في الموضوع انه اذا انا مش مستخدم ال اي بي اللي تري مضطر امشي مليون ريكورد اذا كانوا هدول مليون اسم مليون اتريشن فبالتالي برنامجي بكون بطيء تمام بينما بال اي بي اللي تري لا انا مش مضطر فبكون الاكسكيشن سريع فهي الاوتو كومبليت ل اي بي اعطاني هدوله ستجيشنز خلينا نروح نعمل نعمل رن كمان مرة ونحاول ندور على اللي بيبلشه بحرف كي اتش بحرف الخا فاذا بعمل انتر بنلاقي انه اقترح علي خليل وخالد بالفعل هاي خليل وخالد هلا هو ما لف عليهم كلهم لانه هي بايناري سيرتش تري او هي بالاحرى اي بي اللي تري اللي هي بايناري سيرتش تري موزعة يمين وشمال فهو دايما بيرمي نص الرسول نقدر الداتة في البحر بدور على الاشي على النص بعد بنص بيدورها هاي فعشان هيك الالجوريثي انتباعها هو هو أوف لوج ان خلينا ناخد كمان مثال نكبر الكوميا خلينا ندور مثلا على كلا على حرف م او م او تمام م او هنا مفروض يرجع لي شو انتر هيرجع لي محمد لانه بتبلش بم او ومهاب ومعتصم ومنتصر هل انا ملزم بحرفين لا خلينا ندور على م او اتش م او اتش فهي اوتو كومبليت يعني ها ندور على خلينا نكبركم اياها ام او اتش فراح يجيب لي كل الكلمات اللي بتبلش بم او اتش فهي محمد ومهاب تمام فهذه هي الاوتو كومبليت فيتشور اللي انتو شفتوها في جوجل لما دورنا انتحدوا مثلا ما يكون عندك اي برنامج بدك تدور على شخص معين تكتب محمد يكمل لك يكمل لك يكمل لك يكمل لك بس الحلو انك تكون مستخدم عشان يكون سيرتش تبعك سريع تمام فهذا هو كامل على موضوع تطبيق عملي لاستخدام ال اي بي ال اتري واحدة من اللي هي الاوتو كومبليت فيتشور تمام فالان انا راح احطتكم السورس كود هذا تمام على المنصة روح شوفو ما عملنا نفس الامليمنتيشن السابق بس ضفنا عليه اكمل فانكشن زيادة حاول افهمهم لوحدك وفي الدرس القادم ان شاء الله هنشرح لكم الكود هذا بالتفصيل ان شاء الله ويعطيكم الف الف عافية